السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان بالنسبة للجمع العام اللي غادي يدار على قبل مناقشة يعني التقرير المالي في الفترة ديال الزيات لأندلوسي محفوظ والبدراو فالمعلومات اللي كينا حاليا حاليا بقى جديدا إخوان هو أنه كان خلال كبير في الفترة ديال جوج رؤساء دازوف الراجل مؤخرة في الفترة ديال الأندلوسي وكلنا كان عارفو المداخل اللي كانت دخلات إذاك الوقت والفترة ديال عزيز البدراوي اللي كان تكلم على أنه نادي خسر تسعود ديال الملايير وفي الخرق قينا أنه اللعبة كاملين ما مخلصينش الناس اللي خدمين فراجة ما مخلصينش يعني هذا شيء كامل رأيكم كتعرفوه ولكن اليوم ولو في هذه اللحظة كنت أكيد على أنه كين خالل في التقرير المالي للدار ديال الاندانوسي ودير البدراوي اللي دار هاد المكتب الجديد برئاسة بودريقة قاو أنه كينين بزاف المشاكين المالية بدون مبرير وهنا غادي تدق ناقوص الخطرة لإخوان وحسب حسب حسب الإخوان واحد المعلومة وغادي ندير بزاف تخطوطة تحت منها غير مؤكدة لإخوان غير مؤكدة كين تدقول هاد المعلومة بأنه في الفترة ديال الرئيس السابق لقبل من بوضريقة كينانية أنه يقدر الميلف يتوجه للقضاء إخوان ما قدش لكم رسميا وما قدش لكم معلومة هذه صحيحة مية في المية ولكن وصلتني واحد المعلومة أنه يقدر الميلف ديال الرئيس السابق أنه يتجه للقضاء نتضره إن شاء الله من هنا للجمع العام ونشوف الأمور فين سيتتجه ولكن إذا اتجهت الأمور كي طلب الجمهور أن أي واحد خدق فلوس ديالراجا يا إما يرجع دابا يا إما يمشي الميل في القضاء هذا مطلب ديالجمهور ديالراجا وأنا متأكد أنه ما كان شي واحد غادي يعترض على هذه القضية كنا بغينا أي واحد دفلوس ديالراجا تابعوه قضائيا وغادي يكون الجمهور كامل من يخلينا نتعقوه كتر وكتر وكتر في هذا المكتب وفي هذه المجهودات الكبيرة التي يبدل خصوصا أنهم كين واحد العضو الإخوان يعني لما نذكروا الإسم ديالو تاوكن سيقدم استقال يعني كين واحد روينا صغيرة ومقدرون نقوله وناس كتحاول تحرض تخلع بعض الناس في هذا المكتب الجديد لكي يقدموا استقال ديالهم باش يحاربوا بودراق هذا العضو برك معه المكتب وهدروا معه وتراجع لإستقال ديالو إما بالنسبة كيما قرأت بالنسبة الباقي دي احنا كنا نعذروا كين شيء أمور الإخوان واحد تلاتة الناس لا نذكر سمية ديالهم ما شمال الحق ديالي لا نذكر سمية ديالهم منهم رئيس سابق رئيس فاشل رئيس زيرو ديرام رئيس ما عنده تشيدرهم فراسة مالك من أسباب استقال ديال السيد اني كانت يدير خدمة كبيرة تمنوا ليه التوفيق ان شاء الله قدم استقال دياله تم القبول ديالها جاء عضو جديد المكان دياله هو بالغيتي كما قلنا ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة هاد السيد خير ما يمكن تحسب تحمل مرة يعني يجبد الفلوس وعطار راجعة وعطار لعابة وبالزاف الحواج لم يخرج الإعلام يعني هاد العضو سنستافد منه بزاف ان شاء الله الإخوان كلنا نكونوا من وراء المكتب كما قلنا البارح في اللايب كل شي خاصية يكونوا واحد دعم كبير لهذا المكتب لأن هم يريبون شافوا غادي في طريق صحيح شافوا غادي في واحد طريق وتدروا للعقبات وتجاوز دابوا داخلين للمكتب وباغين يعني وصلت القضية أن بطريقة غير مباشرة يهدوا بعض الأعضاء ويقدم استقال دي انتمنى وان شاء الله تشوف كلنا من وراء كما قلنا من أول فيديو درجة في القناة رأي فين يكون الرئيس غادي مزيان رأي نشجع ودعم ونهل بأي حاجة بما أنه يريد أن يجعل الفريق لأن استك الصحيح وستك الألقاب يريد الناس الخيبين ونطلب ملجوم كذلك كما تقول لكم أهم حاجة هي الفرق ولكن الرئيس فين يدرك حاجة مزيان غادي ندعم شكرا لكم الأخوان تال فيديو الجاي ان شاء الله